ازايكم يارب اكونوا زي الفل الفيديو بتاع النهاردة هقولكم على الروتين الاسبوعي بتاع شعري من حمام زيت لمسك لكل خطوات وكمان هقولكم على شوية تيبس كده باتعامل بها مع شعري عشان يبقى احسن ما تنسوش الكوانتر الانستجرام اعملوا فلو وقلولي ازاي كده اعملولي اي حاجة مبدئيا شعري كان هيش اول فترة اللي فاتت اللي مكنتش مهتمة بيه فلابد من اصلاحه اول حاجة عملتها هي حمام زيت قدرت استخدمه اي حمام زيت دي كانت تاني مرة استخدم فيها حمام الزيت دوت وبصراحة انت بعي الاول عنه انه هو لطيف جدا وخفيف مش بيعمل قشرة ومش تقيل لا على الفروة ولا على الشعر قلت بحاجة فيه انه بينفع للاتنين ينفع نحطه على الفروة وينفع كمان نستخدمه على الشعر انا بحط بالزبط نقطتين تلات نقطة على ايدي بحطهم على كل سيكشن من سيكشن شعري يعني بعمل كده زي فرق ما بينهم وبحط تلات نقطة او نقطتين بالكتير ببدأ اوزعهم لجد لما تأكدوا بجد نميك شور قوي 100% ان بجد كل الزيت ده توزع على كل الفروة ومفيش طبقة زيت موجودة في حد والمساج على قد ما تقدروا يكون بسلوب الجنتل وبكل الطرق نتأكد بس ان حمام الزيت وصل لكل الفروة والاماكن اللي احنا ما فيها الشعر او حاسين ان احنا عايزين نطلع فيها شعر نتأكد منه حمام الزيت من اكتر حاجاته اللي بتطلع شعر جديد نعمل inversion method ونعمل طريقة المساج اللي بنحرك بيها جلدة الراس نعمل كل انواع المساج وانا هقلها لكم كمان شوية بالتفصيل المهم ان يكون ايدينا جنتل جدا وما يبقاش عنفين لان الجدر ضعيف وطبيعي جدا ان هو يقع لو احنا تعانفنا عليه شوية باخد كمان كم نقطة وبحطهم على الشعر ما تقطروش انا لأسف قطرت المرات انا لديت دلوقتي بقى في فكرة ان انا مش عارفة اثبت معيار الزيت المفروض استخدمه للشعرية ومع ذلك كل مرة بجرب اكتر حمام الزيت بيقعد على شعرنا مدة ساعتين بنحط stretch اللي هو الكيس بلاستيك بعد كده المايكروفايبر تاني حاجة بقى وتاني خطوة بعد على طول الساعتين دول بنبل شعرنا بمية عارفين هوا كده ايه من بعيد لبعيد بحيث ان هو يبقى الزيت وعليه طبقة مية بسيطة بعد كده بحط البلسم او حمام الكريم بتاعي مفروض حمام الكريم بس انا البلسم ما اثرش معي في حاجة وانا اصلا بجرب البلسم بتاع له ايفا بالارجاة وانا اجربه بقى في كل استيك نزلك روفيو عنه قريب بس اجربه واتأكد منه ولو انت عندك بيبهير هايش ممكن تحطي البلسم عليه بنفس الطريقة ديت عشان ترطبيه بس ما يوصلش للجدور تماما هنقعد بيه نوص ساعة بس هنلف برضو stretch وبعده microfiber هنقسل شعرنا بشامبو يكون فيه سلفيت وانا شامبو بتعمى بيخلاش من بودرة اوراق السدر لانها مهمة جدا وبتعمل زي سكراب كمان زيت التوم لانه بيعالج الفطريات والاشرة وزيت الروزماري لانه برضو مضاد للفطريات وفي نفس الوقت بنشط الدورة الدمائية باكاية باستخدم اي شامبو زينيزا بكسة ورخيص وحلو جدا بالنسبالي وبجده honest review مش دعاية او بجده حلو قوي بعد 3 او رابع مرة ونبدأ ان نلاقي الاشرة اختفت خالص ودي حاجة لطيفة بالنسبة لسعره بحب اولا استخدم البروش دي لانها بامانة ربنا بتعمل مساج تحفة بتشير كل طبقات الزيوت وبتساعد الشامبو ان هو يشير كل حاجة اول بول خطوة مهمة جدا هو ان احنا كل المشت والفرش بتاعتنا ادوات الشعر تتنقع في مياه مغلية وخل او مياه سخنة وخل وبعد كيب نقسلهم بفرشة سنام مثلا وشوية شامبو حيث ان احنا بمكشوروا كل حاجة زي الفل هنا بقى كنت احب اقول لكم ان شعري مشي ستريت هو ويفي عادي جدا وممكن يتعمل كيرلي كمان بسانة عشان بلفو طقي ودي كمية الشعر اللي واقعت بعد ما سلقت شعري كله الحمد لله قليلة جدا بسبب التحدي والعسار الفرش اللي مشوا بقى كيب نعمل مسك طبيعي وبصراحة انا هنا مبهر الشعر مش بيجاب على الفروة اهم حاجة فيه بجد انه رطب كل شعري وكمان حسيته فرد لي شعري اسرع بكتير لدرجة اني مكنتش محتاجة ألف فجر كام لفة كده بالطقي عشان امكشور ان هو انشف في نفس الوقت يكون اتفرد مية في المية عشان انا حد بيحبكم انا هجرب المسك ده مرتين ثلاثة الاول بعد كده هقول لكم عليه اول مرة بصراحة كان جامد فانا هجرب بس اتأكد انه ملوش اي اضرار حيب جد اللمعة بتاعته كانت جامدة وما كنتش حطه فيه زيوت يعني انا لو حطيت فيه زيوت بقى كان شعري كان راح فين الحمد للان او حطيتش فيه زيوت الاستابل بعد كده ان انا بشتف شعري كويس جدا ما مسك الطبيعي دوت وبحط البلسم بتاعي لمدة ربع ساعة بس وبعدين بيشتف جيدا جدا 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 لان اي كمية منه زيادة مجد بتقصف الشعر بعد كده بنشف شعري بميكروفايبر او تشيرت اوتن الاتنين واحد عادي بس الميكروفايبر بصراحة بحسه دايما افضل لان هو بيمتسك مية مية اسرع ومش بيخلينا عد 6 ساعات عشان شعري ينشف هي ربع ساعة وبيكون 60% من شعري ينشف ودي مرحلة اللي ببدأ احط فيها ايا كان كريم انا حاليا بجرب منك وهو عاجبني بس حاسة ان انا عاوز اجيب حاجة تكون فيها فايد اكتر او زيت لو شعركم بيحب الزيوت زي انا الفترة اللي فاتت شعري كان بيحب الزيوت جدا وده اكتر نوع زيت انا جربته اخيرا لو انتو بتعملو كرلي او بتحبوا بديل الزيت على شعركم انا عن نفسي مش بيليق حلايا غير لو في الكرلي انا جربت الالو ايفا اللي هو بالالوفيرا وزيت الارجان المجربي هتدي له فرصة كمان مرة مرتين عشان انا جربتوش بالمرة واحدة للصراحة وهقول لكم total honest review عليه بس استنوا شوية بعد كده بلف شعري طائية وليها فيديو كامل بالتفصيل على القناة نفسي الصورة دي انا بلفو خمس لفات اللفة الثالثة بنام بيها وبعد كده بسحة الصبحة بلفو كمان لفتي شوية حاجات بقى بجد مهمين يمكن اهم من كل الروتين دوت اول حاجة منهم ان انا بنام على ستان الستان من انواع القماش اللي مش بتنتص اي زيوت ولا تاخد اي ترتيب من الشعرية وده بيفيدنا في حاجتين ان لا الزيوت بتتنقل لبشرتنا وتعملنا حبوب ولا شعرنا بيفقد الترتيب اللي جواه لو مش بتحب المخد عشان الحر وكده ممكن تستخدمه بنيء ده انا كنت انا اللي عملانا وماما وهو تقفيل ومش احسن حاجة بس انا كنت عاوز اتاكد ان الاستك بتاعه اللي هو دوت مش شديد على المنبت بتاع الروس حاجة تانية مهمة وهي شور بالمية مهم جدا 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 لان الشعرية من تكويناتها المية 500 ملي مية عالية و 2 متر ونص خلال اليوم مية بزور الشيه جانية بأوميجا 3 وجد حقيقي هتفرق معاكم قوي كمان بتزبط الهرمونات بشكل حلو قوي فاشربوها حتى طعمها لذيذة يعني ملهاش طعم ومش بتتصفى على فكرة العصار الفريش بحب اول بنجر لان فيه كمية كبيرة من البايوتين اللي مسؤولة عن بناء الشعرية اساسا وكمان بحب العصار الخضر الجانية بالجرجير عشان بيبقى جانب الفالك اسد واللي برضو الشعر بيكون بالنسبة كبيرة منه دول مهمين جدا وهتلاقوهم كتير قوي على القناة وعلى الكونت على الانستجرام وفي كل حتة سوش تعاملوا فروع على الانستجرام في حاجة كمان مهمة وهي الاعشاب النعناع واليانسون من الحاجات اللي بتزبط الهرمونات والنعناع كمان بيترد سموم الجسم والاعشابة عمتا مفيدة وبيبقى فيها حاجات كتير اول مفيدة للشعر والباشر قص الأطراف مهمة جدا فوق ما ممكن تتخيلوا انا كان بقالي كتير اول ما قصتش الأطراف اللي جيت لما قصت الكمية ديت اولا الأطراف لما بتبقى كمية قليلة بتفضل تمد تمد اللي جيت لما ممكن تخلي نص الشعرية متأصف فلازم كل 40 يوم نقص حتى نص سنتي كمان الشعر متأصف مش بيساعد الشعر على انه يطول شوية بقى حاجات عن اللي سبري اللي بنحطه بالليل اول حاجة انا فضلت او يحبت اكتر بكتير من المجلي بتاع الروزميري المياه المقطرة بزيت الروزميري احلى بكتير واسرع بكتير او في الافكت كمان الاكسبير ديت بتاعه طويل بحب احطه وبتأكد مية في المية ان فروة الراس اتشربته ما يبقاش فيه اي مية في فروة الراس وما انه مش بشعرنا مبلوء لان الاتنين دول بيعملوا قشرة وبجد بيبوزوا فروة الراس المساج بالنسبة لنا خطوة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها يوميا هتقولولي لي يا جاكلين هقولكم لان المساج بينشط الدورة الدموية وبيوصل الدم للجدور واحنا مش محتاجين اكتر من كده لفايدة للجدور وعشان شعرنا يطول بأهلسي حاجة مهمة اوي وهي النوع التاني من المساج هو ان انا بحرك جلدة الراس نفسها سوابع جوا مش بتتحرك انا بكفي ايدي كده بحاول حرك الجلدة على قد مقدر دي حركة بتساعد على تنشط الدورة الدموية ومشهورة اوي في بلاد بر كمان لازم نتكير ان دوافرنا لكون مقصوصة لسبب بين اولا لان الدوافر الطويلة بتقطع الشعر في المساج التاني لان الدوافر بتاخد من فيتامينات الشعر الموجودة في الجسم يعني لو احنا مثلا اكلنا بعشرة جنيه فيتامينات في خمسة منهم هيروحوا للدوافر فبدا ما العشرة كلهم يروحوا للشعر لأ في خمسة منهم هيروحوا للدوافر فنميك شور ان بجد دوافرنا هتاخد من الفيتامينات الموجودة يفعل نزود كمية الفيتامينات من الاول ياما نقص دوافرنا زي ما انا عملت عشان انا شعري اهم بكتير النسبة بقى لتصريح الشعر لازم نصرح الاول من الاطراف بلاش تصرحه من الجدور وبعد كده تروح الاطراف فتعمله زي كمبلكسير كده او تعقدات فدي هتبقى مؤزية جدا وهتتقطع في المشت فاحنا بنبدأ من الاطراف تنطلع سنة في سنة في سنة لجيت الجدور دي اسلام طريقة نسبة بقى لتباك الشعر مهمة جدا وفرقت معايا قوي في اخر فترة هجربها لكم دلوقتي بالعملي صدم ملستان ولا القماش ولا البلاستيك مبدئين البلاستيك قوت من هذا المقارنة هنرميها مشان نستخدمها حقيق لو استخدمتوها لما تيجوا تشدوها من شعركم تقطعوها لانه هي مش هينفقى تطلعها لو طلعتها تطلع بشعر هنجرب دلوقتي اللي هي العادية اللي هي القماش اللي هي دي الأستيك او مش عارف اسمها ايه المهم اللي هي دي عملتها يدوبك تلات مرات اللي هو الو بونيتيل كده عادي دي الحسن مرخي خالص بجد ما كانتش ردو تطلع ولا هو بأمانة لا هاخد لي شعرايتين تلاتة وانا طلع فاللي هو انا بعمل كم شعرايتين تلاتة عشان تاخدهم لي كل شوية طبعا بنجرب الستان انا لفتي الستان جامد قوي علشان بجد تبقى مسكة اقصى حاجة وعشان انا بقى عملت الاختبار ده يعني وانا بجد بحكم على الستان بصو هي مسكة جامد جدا واصلا لفة بالعافية تلاقوها في ثانية ويدوبك بقى أقل كوة طلعت يدوبك بص ما فيش ماشا خلاص انتو شايفين فلو عايزين تستدموا توبك على الله وعا الستان على طول لما نيجي بقى النام لازم نهتم قوي بوضعية شعرنا اول حاجة التسريحة اللي قدامكم دي انا اكتر تسريحة بحبها ده بكيبا لما شعري فلافي كده وبسيبه دي بجد بتبقى عصول قوي بحطه في ايها بونية ستان او بنامعنا بخد ستان وباتكل على الله ما تحفظ صراحة تاني حاجة هي ان انا بعمل دي الحصان مرخي جدا اللي هو بونيتيل مرخي ويكون لو اللي هو يعني تحت مش فوق وبقى لف شعري تلات مرات بالشكل ده كياني هعمل بون هي فعلا انا هعمل بون بحيس بس يعمل لي ايه يبقى عارفين اللي هو لو احتكب حاجة ما يتقطعش عشان هو كده ايه متدور حوالي نفسه كمان تاني يوم لما تيجوا نفكوا هتلاقي بسوا خلاص هتفك ملحقناش تالت طريقة دي اكتر طريقة انا مش بحبها وما بشوفش الناس كتير قوي بتستخدمها هي الدفيرة المرخية او الطريقة اللي انتوا شايفينها دي قلق اسوأ عشان شخصي بتقلب كتير جدا لو نمت بالطريقة دي هلاقيها مفكوكة تاني يوم فبرحتكم اللي تشوفوه اكاي خلصت اشوفكم في فيديو جديد يرابيكم انبوسطوا واستفدتوا لو عندكم اي سؤال ساولي في الكومنت تسبح على خير باي باي